بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله لازلنا بنشرح في الموضوع الجميل وتعرفنا على حاجات من اهم الاساسيات زي عنصر الاس في جي نفسه وزي البداية بتاعتنا وزي اللي يفيدنا بعد كده في كل الاشكال وهنبدأ بفضل الله هنا من اول الوسم سيركل بين من اسمه انه هو دائري بيقولك الوسم سيركل لرسم دائرة ويأخذ نقطة مركز CX CY ونصف القطر R خد بالك دي خصائص يعني في خاصية اسمها CX وخاصية اسمها CY CX يعني نقطة المركز من الشمال CY يعني نقطة المركز من فوق يعني انت لو قلتلي ان دي نقطة المركز بتاعتك مثلا جيت هنا وقلتلي ايه دي نقطة المركز بتاعتي خلاص ده كده نقطة مركز الدائرة اللي انا هرسم الدائرة حواليها زي البرجل شفت البرجل او بيقولوا عليه الفرجار هو ده قالك مثلا نقطة المركز هنا CX 436 وCY 291 زي ما ظاهر البنت مثلا ده على سبيل المثال خلاص فلازم تبقى فاهم ان دي نقطة المركز ونصف القطر خصائص ماها R ولون اطار بقى خلاص بقى وص والستروك والستروك ده الحاجات دي خلاص والفل الفل ده برضو ثابت معانا يعني انت عارف الاستروك وعارف الاستروك ويتس اوكي عارفهم دول الفل انت بدأت تشوفها دلوقت الفل هي خاصية بتملالك اللون بتاع الشكل الخط مفيهوش فل ليه الخط خلاص خط خطه وخلص خلاص لكن دي دائرة دي ايه دائرة يعني تقدر ان انت تعبيها بلون خط بالك ازاي حلو انت حتى ممكن في برنامج البنت تلاقي يعني انت مسلا جيت عملت حاجة زي كده ده شكل عايز تعمل له تعبئة تروح مختار الفل دي بتاعت التعبئة وتختار اللون اللي انت عايزه وتروح نعمل كده فل تعبئة خط بالك ازاي عمل لك كود عشان تبدأ بيه تعال نشوف عمل ايه قال لك اكتب الكود اللي جاي ده اوكي قال لك اكتب الكود اللي جاي ده واعمل سيف وجرب وجرب اعمل ريفرش عمل لك دائرة بالمنظر ده كده ايه اللي حصل هنا تعال نشوف مع بعض اللي حصل هو انه هو رسم سيركل دائرة خلاص تبعد عن الحف مركز نقطة المركز بتاعتها هي مية وخمسين مية وخمسين يعني تبعد عن الحفة اليسرى مية وخمسين تبعد عن الحفة العليا مية وخمسين وواخده نصف قطر ريدياس اللي هو ايه مية وعشرين حل مية وعشرين يعني كده قطرها ميتين واربعين تمام واخده فل على اللون ده ايه دي دي هاش ايه دي دي يعني هاش ايه ايه دي 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 خلاص هنا ستروك على اللون ده اللي هو هاش زيرو زيرو تمامية طبعا انا هنا ما بشرحش الالوان شرحناها في اتش تيميل وزي اس اس خلاص اول مفروض انه شرحت في اتش تيميل بالتفصيل خلاص وده له ستروك ويتز على ثلاثة فراح اعرض لك دايرة بالمنظر ده نصف قطرها مية وعشرين خلاص ونقطة مركزها تبعد مية وخمسين ومية وخمسين يعني لو انا خدت مثلا الشكل ده وروحت جاي رمي هنا في البنت وجيت مثلا عملت كده هنا ده كده ايه نصف نقطة المركز نصف القطر اللي هو ده ده كده ايه نصف القطر خلاص طبعا كده كده نصف القطر بيتلف زي البرجل بالزبط تعالى طب نشوف تعليق المؤلف اعرض لك الشكل اهو جماعة والان هيا مجرب دائرة اخرى مع استخدام الخصائص بلغة سي اس اس عايز يعودك بقى على الكود عايز يعودك على الكود خد بالك بيشغل ايدك اهو تمام قدري فلاش اشتغلت معاك بس طبعا الحاجات اللي معلمك عليه بالاصفر دي يفضل تعملها زي الاول بس هو بيوريك الكود بيعودك على الكود خد بالك تمام لكن خد بالك الفيشوال استوديو كود مش عاملك بالاصفر على الفل ولا على الستروك ولا على الكلام ده هو عاملك على السي اكس والسي واي والار يفضل تعملهم زي ما كنت عاملهم من شوية بس هو بيمرن ايدك اوكي ونفس القصص اللي فاتت زي ما هي بس بألوان مختلفة والتنفيذ جا بقولك هنا هو زي ما انت ما شايف بقولك ويمكن ان نجرب دائرة بدون اطار يعني ممكن تعمل دائرة من غير من غير استروك عادي انت مش مجبر انك تعمل استروك على فكرة يعني اهو اعمل لك دائرة هنا اهي دائرة عادية خالص يعني من غير استروك اوكي والتنفيذ جا بقولك قالك ايه بقولك وفيما سبق تخيل معي انك ترسم بالادوات الهندسية واحضرت الفرجار او ما يعرف فيه مصر باسم البرجل بيقوله علي في مصر برجل يعني انا لو رحت متجر وحبيت اشتري الفرجار هنا في مصر اقوله ايه اقوله عايز برجل خلاص او باللغة الانجليزية كومبس تمام وحتى لا تفهم بمعنى البصلة لو عايزت تشوفها على الانترنت تكتب ايه على الانترنت تكتب كومبس وما بين قصين يعني اداة الايه الرسم بتاعتك خلاص بيقولك وهي اداة مشهورة لرسم الدوائر مثل الشكل التالي هنا المؤلف بقى عشان في بداية تأسيسه معك فيعمق ويأسس قوي معاك قبل ما يجري علشان يبقى اساسك متين بفضل الله جايب لك برجل او فرجار وجايب لك دائرة وبيخليك تتخيل وانت بترسم بيقولك هو دي نقطة المركز CXCY وهو ده نصف القطر فيقوم الفرجار او البرجار يلف يرسم الدائرة مزبوطة كل اقترها واحدة نصف القطر بيلف عالدائرة كلها بتبقى اقتار الدائرة كلها لها نفس الطول تمام دي الايه الدائرة بيقولك ويمكن رسم دوائر المتدخلة شفافة بالكود التالي تمام قالك الفل ايه خد بالك الفل ترانسبيران خد بالك تعال نجرب كده قالك اكتب الكود ده ما هيحاود ان نكتبه ايه المشكلة يعني ما احنا كل لما هنكتب كود اطر واحنا بنذاكر ها هيبقى افضل لنا بفضل الله اهو واد اطبعا انت عارف بقى الكلام ده كله جوه الاس في جي عملنا واد عمل ريفرش عمل لك شوية دوائر ايه متدخلة زي ما انت ما شايف كده كل واحدة لها ايه نقطة مركز مختلفة عن التانية على حسب ظهورها على الشاشة وليها كلهم نصف القطر بتاعهم تلاتين يعني كلهم تحجم بعض وجاب لك العرض اهو دخل بعد كده معاك على موضوع الواسم ايه الواسم ايه قال لك لو انت خدت الكوت ده وجربته هنا اوكي ودي سيف وجيت هنا شغلت تمام بفضل الله يشتغل معاك اهو قدامك اهو تمام بس خد بالك بقى من حاجة ان ده لينك لينك يعني انت تقدر تحط ايه و سلاش ايه قبل يعني الدائرة او الشكل يعني عموما مش لازم دائرة يعني انت ممكن بقى تحط اي حاجة تانية هتتعلمها بعد كده او تعلمتها قبل كده بفضل الله اهو الدائرة جوه هايبر لينك يوديك مسر على الاكاديمية حسون او اي حاجة تانية موجودة اوكي لو انا دست عليها بالفعل هيفتح لي اكاديمية حسون اهو بفضل الله ما فيش اي مشكلة اهو الموقع شغال اهو بفضل الله ما فيش اي مشكلة خلاص اهو زي ما احنا مش شايفين مع بعض في ناس بتقول ما بيسجلش لا يا جماعة بفضل الله بيسجل يعني تعالوا نجرب انشاء حساب مثلا الاسم بالكامل احمد مثلا حسونة العنوان مثلا مصر الهاتف مثلا اي هاتف للتجربة البريد الالكتروني تمام اه مثلا مر دوت احمد اندرسكور حسونة ات ياهو دوت كوم اسم المستخدم مسلا احمد اسم المستخدم هنا انا هدخله كله سمول طب تعال ادخله كده بطرق مختلف اهو احمد ال اي كابتل اندرسكور حسونة مسلا وروحت اعمل اي كلمة سر مفيش اي مشكلة بفضل الله اوكي وروحت ايه دخلت الحروف الموجودة هنا انا عن نفسي زي زيك دي حروف طلعوا لي زي ما كان الفيسبوك بيطلحها قبل كده اهي انا مسلا شايف ان اول حرف ده دي مش اسمول انا شايفه دي انت شفتوا اسمول بانت دخلتوا غلط انا شايفه دي فهدخله دي اللي بعدين شفتوا اتش سمول فهدخله اتش سمول اللي بعدين شفتوا دي كابتل فهدخله دي كابتل اللي بعدين ار كابتل فهدخله ار كابتل اللي بعدين انا شفتوا او كابتل ممكن يكون زيرو ممكن تشوف انت زيرو لا انا شايفه او كابتل اللي بعدين شايفه اي سمول فاروحت مدخل كده واروحت دايس انشاء حساب مع العلم ان انا تقريبا مدخل اسم المستخدم بطريقة ما تنفعش فهدوس انشاء حساب تمام قال لي ايه قال لي ادخل اسم المستخدم يعني هو الصورة صح لكن قال لي ايه ادخل اسم المستخدم يحتوي على حروف انجلزية صغيرة وارقام فقط ولا يقلل عن ستة حروف ولا يزيد عن سالسون حرف يعني حروف انجليزي وارقام بس انجليزي صغيرة يعني انا حط적으로 يعني انا لو خلت ده مسلا شلت الايه الور ده وخلت ده مسلا ايه? اهو? وتعالى في الاخر مسلا اعمله ايه مسلا واحد ثلاثة. احمد حصونا واحد اثنين ثلاثة مسلا. اوكي? تمام يا انا كده غيرت اهو. تعال نجرب. انا ماشي معاك اهو واحدة واحدة. الرقم اللي بطلع اهو ادي انا شايفه دي بعد كده شايف اتنين. بعد كده شايف سبعة. صح? بعد كده شايف اكس بعد كده شايف خمسة بعد كده شايف انا شايفهم كده. ممكن تكون انا مش واخد بالي مسلا. ادوس انشاء. عادي احنا بقشر كنا بنغلط. بقولي البريد الالكتروني اللي انت دخلته موجود قبل كده. وانا عارف ان هو موجود خد بالك. يعني انا لو دخلت بريد الالكتروني مختلف. حتى لو مش موجود يعني لو مش حقيقي كده كده هو بيبعط لك يعني. ده لو حقيقي يعني. خلاص? انا دخلت بريد الالكتروني تيانا هو. وهارجع تاني كل حاجة موجودة اهي. ما وضعتش. بياناتي ما وضعتش. هاجي هنا. وانا شايف اول حرف او. وشايف تاني حرف او. وشايف الحرف اللي بعده اتش سمول. ممكن يكون ان وانا مش اخد بالي احنا بشر. شايف اللي بعده دبليو سمول. شايف اللي بعده في كابتل وشايف اللي بعده وي كابتل. ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. انا بشر. هدوس انشاء حساب. اهو تم انشاء الحساب بنجاح. موجود بفضل اله الحساب. اوكي? تم يعني بس عشان فيه ناس بتبع بتبعت رسيل وبتبلغني وكده. بيقولوا الناس بتشتكي مش عارفة تنشئ حساب. طب وهو يا جماعة الحساب بيتم انشاءه بفضل الله. خلاص? ايه المهم? اوداكم هو على اا اكاديمية تحسونا بفضل الله. تمام? نقدر ان احنا نتعامل بالاسلوب ده بقى زي ما احنا معاوزين. تمام? ده كده الواسم ايه? الواسم ايه? وفتح لك هنا الاكاديمية ووراكه. تمام? بقول لك الواسم ديسك. الواسم ده لذيذ قوي يعني. اخد بالك احنا ماشيين ازاي? احنا كتاب ماشيين فيه اهو. بفضل الله. شرحنا ايه هي الرسوم الاس في جي وقبل البداية نعمل ايه? واساس ليها? والصمرة بتاعتها? والواسم اس في جي والواسم لاين والستروكينج عموما والواسم سيركل والواسم ايه? جوه الاس في جي والواسم ديسك عنده احنا دلوقتي. احنا عند الواسم ديسك. بقول لك تستطيع عمل توصيق من خلال هذا الواسم. حيث تكتب ملاحظاتك بعيدا عن تنفيذ الكود. بقول لك وسنجرب بالكود التالي. يعني انا دلوقتي. اوكي? خدت الكود ده بيقول لك اكتب الكود. اكتبه ومفيش مشكلة. او لو عايز تكتب اي تعليق يعني مش شرط تكتب التعليق. ده كومنت ليك انت. ده توصيق ليك انت. هاجي اشغل الكلام ده كده. مش هيظهر معاك في الرن اصلا. مش هيظهر معاك في العرض. اهو العرض موجود عندك هنا اهو. اوكي? العرض ايه? موجود اهو. هو عاملك ايه? طبعا الفيو بوكس دي هنعرفها بعدين. لسه هنشرحها بعدين ان شاء الله. دي حاجة رائعة يعني. بس مش دلوقتي. بص هنا قال لك ايه? دسك وسلاش دسك جوه السيركل. يعني انت قبل كده كنت بتعمل السيركل بالمنظر ده. بتقفلها كده. ودلوقتي قفلتها كده? اه عشان مصلحتي. لان انا عايز احط جوه حاجة. لما يكون عايز احط جوه حاجة بقفلها كده. تمام? هلو كده? انت كاتب هنا ايه مسيركل مسلا مش عارف ايه انا دا ايه كذا كذا كذا. ده لك. تستخدمه كتوصيق لك انت. وجاب لك التنفيذ او ما فيش اي مشكلة بيقولك لاحظ. ان الفقرة لا تظهر بل تعد توصيق. وبالنسبة للخاصية زي ما قلت لك سانا اتعرف عليها بالتفصيل في موضوع الشكل المتجاوب. الموضوع انا اشرحه ان شاء الله فيما بعد. يعني اهو اسمه انتاج شكل متجاوب. اهو ده. ان شاء الله بعدين يعني اللي بقى نعرف. احنا ده ده عند الوسم ديسك خلصناه. بفضل الله. والمرة الجاية بازن الله هنبدأ معكم مع الوسم بفضل الله. مشكركم لو حسن اسمعكم وذكروا كويس. والسلام عليكم.